السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وضع فيديو النهاردة عن لغة الجسد في دولة الامارات العربية المتحدة. الحقيقة الهدف من الفيديو ده لأي حد جديد على دولة الامارات العربية المتحدة او عقبل ان هو ييجي دولة الامارات العربية المتحدة او بيفكر ان هو ييجي زيارة او سياحة في حاجات مهمة لازم الشخص يكون عارفها قبل ما ييجي على مكان ويبدأ ان هو يحتاج بالناس اللي موجودة اه دخل الدولة. دولة الامارات العربية المتحدة دولة بتحتضن اه جنسيات من جميع انحاء العالم. فيها اه جنسيات اه سكنة ومقيمة وبتشتغل وسياح بيجوا من جميع انحاء العالم. اكتر تلات جنسيات موجودين في دولة الامارات العربية المتحدة وعتقد كمان ان هما موجودين بالقسرة في دول الخليج. الجنسيات دي هي الجنسية الهندية والجنسية الباكستانية والجنسية الفلبينية. والمواقف اللي انا احكيها دلوقتي بناء على احتكاك بالجنسيات دي من خلال 18 سنة قامة هنا في دولة الامارات العربية المتحدة من خلال العمل من خلال الحياة اليومية من خلال الاحتكاك اليومي نشوف بعض في الشارع الجريان يعني كل الحاجات دي في الحياة اليومية بصفة عامة. اول جنسية هي الجنسية الهندية. تقريبا انا انا ما عنديش اركان بالزبط بس هي تقريبا اكتر جنسية موجودة اه هنا في دولة الامارات العربية المتحدة اه كوافدين. ان الحاجات المهمة جدا ان انت لما هتيجي تتعامل مع حد منهم لو انت مثلا في في الشغل او او مثلا في اي مكان لما تيجي تقول مثلا لحد اليوم صباح الخير او او مساء الخير او سلام عليكم او اي ان كان الوقت اللي انتو بتشوف بعض فيه. احيانا هتلاقي حد بيممكن مسلا يرد عليك التحية وبعدين بعدها على طول هيقول لك كلمة اللي هو اولي يعني اتكلم يعني ايه الهات اللي عندك وتكلم بسرعة. واحيانا في بعض الناس ممكن ما تردج وقول لك اولي على طول. خصوصا في في نطاق العمل هتبص تلاقي بيقول لك اولي على طول. ده شيء عادي جدا. فوية نظرهم انا اعتقد من سلال احتكاكي بيهم ان هم ايه حابين ان هم يكونوا اه او عمليين بسرعة يعني اول الهات اللي عندك. حتى انا من خلال معرفتي بلغتهم اعرف ان هي كلمة اللي هي اول. بينهم وبين بعض. يعني ممكن تلاقي واحد بيكلم واحد يقول له مثلا ايه كي حالك. اللي هي كيف حالك يعني او ازيك او عامل ايه. يوم يقول له على طول بولو. اول. فده شيء عادي جدا تمام? فانت اقدق ان انت اتكلم فما تحسش باهانة او تحس مسلا ان هو ايه ان هو بمردش عليك او ما تكلمش ده شيء عادي جدا. بس مورد ان هو يحابب ويكون عملية ويدخل في الموضوع. طبعا ده مش بنطبق على كل الناس ده ده بيكون مسلا لبعض الناس بس. تاني حاجة وهي. هزة الراس. هزة الراس اه مش بس معناها انها ايوة. ممكن في احيانا كتير جدا ممكن تبقى معناها اللي هو ممكن. وممكن احيانا معناها اللي هو لأ. وممكن احيانا معناها انها تكون ايوة. هي في موضوع من احيان بتكون ايوة. بنيا على مجرى الحديث او الكلام اللي انتم بتتكلموا فيه. هتبدأ ان انت تفهم هزة الراس دي من مجريات الحديث هي معناها ايه? طبعا بالنسبة الناس اللي مقيمين في دولة الامارات العربية المتحدة او المقيمين في دولة الخليج طبعا عارفين الكلام ده. انت زي ما قلت في البداية الكلام ده هيكون للناس اللي هي جاية جديد او مقبلة ان هي تي او ان هي جاية زيارة او سياحة. تاني جنسية معنا هي الجنسية الباكستانية. من الحاجات اللي انا لحظتها فيهم من حقيقة في خلال الاجازات. وخلال يعني مثلا ازا كان في اجازة عيد او ازا كان مثلا في تجمعات كبيرة لهم في الجنائن او في المول او او في اين كان المكان. هتلاقي انهم دايما اه خشوصا يعني رجالة اه هتلاقيهم ويعني ايه مسكين ايد بعض كده او مسلا مسكين ايد بعض كده ا انا مش عارف يعني مش متأكد بصراحة ايه السبب بس انا يعني من وجهة نظري شايف ان هما بيظهروا لبعضهم البعض الاحترام او الحب بالطريقة دي ان هما لما يمسكوا ايد بعض بيكون فيهم بينهم مواد ده او بيكون فيهم اه مسلا ايه اه ان هم بيعزوا بعض. فده شيء عادي جدا فلو ده شفت ده حد في الشارع ماشي كده مسكين ايد بعض ده ده شيء عادي يعني ما فيوش اي مشكلة خالص. طبعا باكستان بلد كبيرة جدا وفيها اه ناس من الشمال وناس من الجنوب وناس من حدد كتيرة بس في يعني في منطقة بيجي منها باكستانيين اسمهم باتار. الناس دي لما تيجي مسلا تحتك بيهم هتلاقي ان هم لما تيجي مسلا تسألوا اه 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 هاي how are you where you from يقولك ام فرم باكستان. لما بحس ان انا لما حد يقولي ام فرم باكستان اللي انا من باكستان وكده طبعا بحس انه هو فخور جدا من المكان اللي هو جاي منه. فلما تلاقي حد بيتكلم معك والطريقة دي يقولك ام فرم باكستان عادي جدا يعني هو اه الشخص ده فخور انه هو ندي بلد وانه هو معتزل جدا بالجنسية الباكستانية بتاعت. تالت جنسية معنا هي الجنسية الفلبينية. شعب الفيليبيني بصراحة يعني على يعني على مدارة ١٨ سنة اللي اللي عضيتها في دولة الامارات العربية المتحدة انا احتكيت بيهم في الشغل واحتكيت بيهم في يعني في الشارع والجيران في المول لما بتروح مسلا تشتري حاجة او كده. شعب لطيف جدا شعب يحب دايما يضحك ويبتسم ويهزر. اول حاجة انا رحزتها فيهم اه من خلال العملي في يوم اه من الايام كنت باشتظل اه في اه نايت شيفت اه شيفت بالليل وكان معايا اه زميلة لية من الحاجات اللي حصلت وكان صراحة الموضوع كوميدي شوية اه مش فاكرة يا ربي كنت باسأل على حاجة معينة وبسألة فين الكزا فاهمت عوانيتلي كده اه استغرام كنت لسه جاي جديد على البلانات كده ايه معناها يعني اه بوسة يعني صح فا استغرامك فسألتها عوانتلها انا باسألك اه فين المكان فاقلتلي طيب انا وقتلها انتي انا مالتيش اكاملتي كده اتعاتلي دي معاناها ان انا بشغلت حاجة فانتا ممكن فاو 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 ممكن تشوف منهم دايما يلو تلاقيهم بيعملوا كده او كده او كده او كده او كده اسمها نوسو نوسو دي اللي هي ان جي اس او على ما اعتقد دي لغة جسد موجودة في الجنسية الفلبينية فانت لم تلاقي حد بيعمل كده او كده او كده فده عادي يعني هو بيشاور بس هو بيشاور ببقه دي لغة جسد موجودة عندهم يعني شيء وشور جدا تاني حاجة برضو كنت بشتغل واسأل زميلة تانية فبس انا بقول لها او احنا عندنا ورق اي فور زيادة زيادة تعملت عليك لي كده اه 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 طبعا احنا كده كوطن عربي وكمصريين لو حد عمل لك كده اللي هو ايه حل عني يعني ما يصبني في حاجة استغربت جدا انا بس انا على شيء معين يعني مش مش مع ما مولتش حاجة ضلط فاستغربت جدا فسألتها يعني برضو كان في بيني وبينها يعني علاقة عمل اه تمام اه 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 بروفشنال يعني فبسأله بقول لها انت تي زعلانة انا بسألك فين الورق ايتي طيب انا مولتش حاجة ضلط يا عمر فبقول لها اص انت عملت لي كده قالت لي كده يعني مفيش انت لما تلاقي حد بيعملك كده من اي جنساء في البنية هتعرف ان هو ده معناها مفيش اللي ايه عندهم باللغة بتاعتهم ولا اللي هو مفيش فعندما تلاقي حد يعملك كده من الجنسية الفلبنية عادي تعرف ان هي ده معناها مفيش اللي هي هتلاقيها كده اللي هي ما بين باي باي وحل عني في نفس الوقت اخر حاجة بنفسها للجنسية الفلبنية وهي حاجة بصراحة شي جاوي تارية الاكل بتاعتهم هتلاقيهم مثلا لو انت قاعد في المول مثلا في فوت كورت او في مطعم او خالده هتلاقيهم دائما بيمسلكوا الاكل كده في الصباح عيد ده في الاتيكيت على حسب الفينجيات اللي واحد بيشوفها حالان والهوين دول ده شي صح اه ولكن في بعض الناس ممكن تستكر ان هو انت لما تمسك كده ان هو ان انت يعني سوريا نقص في اللفظ قرفان من الاكل يعني مش مائز ايه ده الاكل ده لكن هو بالنسبة لهم هتلاقي ان كلهم لما بيجي يمسكوا الاكل بيمسكوا الاكل بالطريقة دي تمام فده شيء عادي جدا ولما تشوفوا يعني ما تستغربش يعني ده شيء عادي جدا وموجود عندهم في لغة الجسد عندهم طبعا انا احترامي لجميع الجنسيات دي كلها وكان لي بصراحة صدقات مع ناس كتير منهم جدا وتشرفت المعارضة الناس كتير عنهم جدا وبصراحة انا شايف ان دولة الامارات العربية المتحدة بتعتبر يعني مكان طول ما انت ماشي بتشوف جنسية مختلفة بتشوف ناس مختلفة بتشوف حضرات وثقافات جاية من جميع انهاء العالم والشيء يعني في ثموتها الجمال يعني من وجهة نظري الشيء لو فيديو النهاردة او المعلومات اللي فيه شفت ان هي افردتك بشيء اتمنى ان انت تشارك الفيديو مع حد يكون ممكن مسلا مقبل ان هو جاي على دولة الامارات العربية المتحدة او جاي زيارة او جاي اقامة او جاي يشتغل او ايا كان ممكن الحاجات دي ممكن تفيد الشخص ده لان احيانا ممكن الشخص اللي بيكون مسلا رايح على مكان جديد ما يكونش عارف طبيعة المكان اللي هو رايح عليه ويكون جاي مسلا من حضارة او ثقافة مختلفة فما يكونش عنده خلفية بالنسبة للوبة الجسد اللي موجودة في المكان اللي هو رايح عليه وده ممكن يسبب فواض الاحيان سوء بتفاوم لو عاديوك في ايديو ياريت تشارك الفيديو وتشترك في القناة وتعملوا لايك اس تكرمتم وبشوفكم المرة الجاية ان شاء الله فقوموا على السلام شكرا